مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد ميسي مع باريسان جرما تطورات مفاجئة نجم برشلونة السابق يعود من جديد إلى ملعب الكامبنو لابورتا يفجرها ويقتحم سباق التعاقد مع نجم كبير أول الصفقات اقتربت مشكلة تواجه إدارة برشلونة لإتمام صفقة انتظر عشاق الكتالوني رحيل نجم برشلونة خلال ساعات وأرسنال يتمم الانتفاق مع لابورتا نجم برشلونة الجديد في خطر ومستقبل غامض ينتظره في كتيبة تشاري أهلا بكم متابعينا في عرب جول أخبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والآن إلى تفاصيل النشرة كشف كريستيفور غالتيير مدارب باريسان جرما الفرنسي عن آخر تطورات تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونال ميسي وسينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونال ميسي مع فريقه الحالي البيس جي الفرنسي في الصيف المقبل ويحق له التعاقد مع أي فريق أخيرا بالوقت الحالي على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم ويقدم ميسي أحد أفضل المواسم خاصة بعد تحقيق حلمه الأكبر بالتتويج باللقب العالمي في قطر الفاني واثنان وعشرون الذي يقيم هناك وأكدت الصحف الفرنسية على اقتراب ليه من تمديد عقده مع الباريسان جرما حيث يشعر بالسعادة بتواجده في العاصمة الفرنسية باغي ويرغب في الاستمرار لفترة أطول وتحدث كريستوف غالتيير في تصريحات النقالها الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات والأخبار للنجوم العالميين قائلا تجديد عقد ليونيل ميسي هناك محادثات جرية حيث نقش مع المجلس دارة النادي الأمر ومع ميسي حول تجديد العقل والعارف المزيد عن الأمر وفيما ظافر أن ليونيل ميسي سعيد جدا هنا في باريس لذا سنرى موقفه من مشروع النادي اعترف داني أولمو مهاجم لايبزيك بأنه يرغب بالعودة إلى إسبانيا واللعب في الليغة كما ألمحايل أن هذه الخطوة قد تكون عبر بوابة فريق السابق برشلونة ويعد داني أولمو من خريج مدرسة لاماسيا في برشلونة وارتبط في أكثر من مناسبة بالعودة إلى النادي لكن لايبزيك كان يرفض دائما التخلي عنه في ظل العروث الضعيفة التي كان يقدمها البرسة ورفض المهاجم الإسباني تأكيد أو نفي ما يتردد في وسائل الإعلام حول أمكانية رحيله عن لايبزيك في الصيف القادم كون عقده الحالي سينتهي عام 2024 لكن هذا لم يمنعه من الكشف عن رغبة بالعودة إلى الدور الإسباني ذلك في المستقبل وقال داني أولمو في تصريحات النقلة صحيفة مارك الإسبانية مستقبلي في الصيف في الوقت الحالي لا أفكر في ذلك نناقش حاليا على ثلاث مسابقات وأركز فقط على كرة القدم الأشياء تحدث بسرعة كبيرة في عالم كرة المستديرة يمكن أن تتغير الأشياء طوال الوقت وتاب أريد العودة إلى إسبانيا في وقت ما سيكون ذلك رائعا إنه بلدي المكان الذي عشت به وتعيش عائلتي وأصدقائي هناك أيضا أهم شيئا بالنسبة لي اللعب في نادي نشعر فيه بالحب والأهمية تماما كما هو الحال حاليا في لايبزيك وبسؤاله عن برشلونة أجاب لقد لعبت لبرشلونة لمدة ست سنوات عندما كنت صغيرا وسيكون دائما موطينا لي والدي عديد من الأصدقاء في النادي يواصل برشلونة السعي وراء تدعيم صفوف الفريق وزيادة العمقى في بعض المراكز ذلك لمنح المدرب تشافي إرنانداز أفضل فريق تنفسي ممكن ولا يملك برشلونة فرصة لانتداب لعبين جودود في مركات الشتاء الحالي وبسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي لذلك تم تأجيل جميع الصفقات إلى الصيف وتركز الإدارة على اللعبين الذين تنتي عقودهم أقبى نهاية الموسم وعلى رأسه ماركوس تورام ومهاجم بروسيا منشيغلت باخ وظهر ماركوس تورام صاحب الخمسة وعشرون عام بمستوى مميزا جدا ذلك في الموسم الحالي مع بروسيا منشيغلت باخ حيث أحرز ثلاثة عشر هدف وصنع أربع سيستات أخرى خلال سبعة عشر مقابلة وخاضها في مختلف البطولات مما جعل دي دي شامب المدير الفني لمنتخب الفرنسي يعتمد عليه في كل مقابلات كاس العالم الفاني واثنان وعشرون وذكرت صحيفة موندو دي بورتيفو الكتالونية أن برشلونة لقى عدة تقارير نيجابية من كشاف نهد عن المهاجم الفرنسي وبات يحظى اللعب بأعجاب تشافي إرنانداز لأنه يملك القدرة على اللعب كمهاجم صريح أو حتى كجناح مهاجم ورغم أن ماركو ستورام سينتي عقده بعد ستة أشهر يحق له التفاوض الآن مع أي ناد يريد لكن مهمة البرسة لن تكون سهلة على الإطلاق في ذل وجود اهتمام كبير من جانب تشيلسي باللعب ووضحت الصحيفة الشهيرة أن تشيلسي مستعد لتقديم راتب كبير للعب والإقناع بالقدوم إلى ملعب ستانفورد براج كما أن بروسيا منشيغلت باخ يرحب بفكرة بيعه في الميركاتو الشتوية الحالي وللاستفادة ماليا من رحيله وضافت موندو دي بورتيفو أن تشيلسي ليس منافس برشلونة الوحيد في الصفقة فهناك انتر ميلين وماشيستر يونيتن كما ارتبط اللعب مؤخرا بريال مادريد والأتليتيكو مادريد أيضا ارتبط اسم المهاجم لفواري الشاب ويلفريد زهاء لعب كريستيل بلاس بخطوة انتقال محتملة لنادي الإسبان برشلونة خلال الميركاتو الشتوي وينتهي تعاقد زهاء مع كريستيل بلاس في يونيو المقبل وبرز الاسم في قائمة الأهداف المحتملة للكتلان ذلك في الميركاتو الشتوية الحالي وأشار تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية للعثر التي ستمنع زهاء من تنثيل ألوان الكتالوني بعد سوق الانتقالات في شهر ينايا وذكر التقرير أن اللعب ليفواري سيكمل العقد مع اللادي اللندني ولن يغادر زهاء الفريق في منتصف الموسم ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن أمكانية الضم اللعب في الصيف تظل قائمة لكن سيكون على برشلون منافسة يوفانتوس الإيطالي فضلا عن ثلاث فرق تتصارع في البريمير ليغ هي تشيلسي أرسونال وتوتنهام على ظمه حيث يبلغ زهاء من العمر ثلاثون عاما ويجيد اللعب جيدا في مركز قلب الهجوم وكان قد انتقل لكريستل بلاس منذ العام 2014 قادما من الشياطين الحمر مانشستر يونيتد ولعب زهاء بقميس كريستل بلاس 447 مقابلة في كافة المسابقات سجل فيهم 89 هدف صنع 76 هدف لزملائه ويملك في رصيده الدولي 30 مقابلة مع منتخب ساحل العش يامل مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسونال في ظم مدافع جديد خلال الانتقالات الشتوية الحالية بحسب صحيفة سبورت الكتالونية ووفقا للصحيفة فإن أرتيتا مهتم بظم مدافع برشلونة إيريك غارسيا الذي لا يحصل على دقائق كثيرة في البلوغرانا أرتيتا مهتم بالحصول على خدمات إيريك ومستعد للتفاوض مع برشلونة لعادته إلى الدور الإنجليزي الممتاز وسوف يفكر أرسونال في جميع الخيارات الممكنة مع فكرة وجود غارسيا إما على سبيل الإعارة يواي باي عن نهاي وكان أرتيتا وغارسيا قد التقيا من قبل في ماشستر سيتي عندما كان المدرب الإسباني مساعدا لبيب غورديولا قبل رحيله إلى أرسونال وكانت شافي المدير الفني لبرشلونة قد قال في تصريحات سابقة إنه يريد الإبقاء على فريقه كاملا حتى نهاية الموسم ولم يحصل غارسيا على دقائق كثيرة حيث يوجدوا كلا من جول كوندي ورونالد راخو وأندرياس كريستنسن في المرتبة الأولى بالنسبة لتشافي وانتقل غارسيا إلى برشلونة الصيف الفني وواحد وعشرون وبدأ مع البلوغران هذا الموسم لعشر مقابلات فقط في جميع المبطلة ادعت صحيفة سبورت الكتالونية أن مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم الجديد ببرشلونة رافينها ربي غامض في قلعة الكامبنو رغم أنه لم يكمل عامه الأول وانتقل رافينها إلى برشلونة للمركات الصيفية الحالي من ليتس يونيتد مقابل الخمسة وخمسون مليون يورو وهي أغلى صفقة في عهد خوال لابورتا ولكن البرازيل الدولي لم ينفجر مع فريق برشلونة حتى الآن ورغم ثقة الجهاز الفني بقيادة تشافي إلا أن الإدارة لن تستبعد أمكانية بيعه في نهاية الموسم ويأتي ذلك على الرغم من عدم حصول رافينها على الوقت الكافي في المقابلات للتأقل مع برشلونة حيث شارك في سبع مقابلات فقط في بطولة الليجة الإسبانية وثلاثة بطولات في تشامبيونز ليجة الأوروبي يأمل المسؤولون في برشلونة أن يتعلق اللعب في لحظة ما وينقذ الموسم حتى لا يكون القرار في النهاية والاسترار لبيعه خاصة وأن النادي يعاني من أزبة مادية تضخمت بعد الخروج من دور الأبطال الأوروبية مبكرا ذلك من دور المجموعة إذا اضطر برشلونة لتخفيذ سقف الرواتب بما يقرب من 200 مليون يورو دون تطبيق رافعة مالية جديدة سيكون هناك إجبار على بيع بعض اللعبين ورفينها واحد منهم مع وجود عدد من الأندية الإنجليزية والراغب في عدته نحو الدور الإنجليزي ما يهم الآن هو أن ينافس الكتالوني على نهاية الموسم على الألقاب الممكنة والحصول عليها حتى تأتي ببعض العائدات المادية قبل التخطيط للموسم المقبل في الصيف